موسيقى السلام عليكم تمنى تكونوا في احسن احوال يا رب وصفتنا اليوم ستكون عبارة عليكم نافع بالنوتيلة الكبار والصغار مقرمشة نتمنى انا وصفة اليوم ثانية اعجابكم اتجربوها لو كنتم تزوروا القناة الاول مرة مسبقوا عليها بالاشراء كي اوصلكم جديد الوصفات ونضغط معكم مباشرة المقادر وطريقة تحضير فرجة ممتعة فاول شيء سنحضر السير هو الاول باش كنخليوليه الوقت الكافي كي يبرد عندي هنا جوش كؤوس بهاد القياس من السكر وعندي كأس من الماء وغادي نحتاج البدع قطارات من عصر الحامض فغادي ناخد كاسرول غادي نوضع فيه الماء غادي نوضع السكر وغادي نوضع بدع قطارات من عصر الحامض تقريبا هكذا ملعقة كبيرة فانا هكذا درت ملعقة بشي لطاحوا لي هكذا بذور نزولهم هكذا بسهولة فكيف لاحتم يعني ملعقة مع مرش كنحركوا السكر مع الماء مزيان كنوضعوه على نار وكنخليوا هدك السكر حتى يدوب مزيان تقريبا عشر دقائق وكيبلينا هدك سيرو بدك يتقال من بعد كنزولوه من على النار كيكون هدو الشكل دياله فهنا غادي نفرغوه هكذا فهد الإناء وغادي نخليه حتى يبرد ومباشرة غادي ندوز معكم باش غادي نحضر الكونافة فهنا غادي ندوب 250 جرام تقريبا من الزبدة اللي غادي نحتاج استعملت 500 جرام ديال الكونافة فغادي نحتاج معهنا ما بين 200 250 جرام ديال الزبدة غادي ندوبها وكنخليها على نار يعني وخاك الدوب كنخليها على نار حتى كيبلي اللون ديالها بوني ومن بعد غادي نزولها من على النار فبالنسبة الكونافة غادي نحتاج هنا يا 500 جرام من الكونافة او لا نسف كيلو فهنا غادي نحضر يعني حاجم شوية كبير إلا بغيتوا تحضروا حاجم أصغر يمكنكم استعملوا 300 جرام يعني هكذا غادي تكفيكم وكيف كتلاحظوا معي الكونافة كتكون هكذا خيوط هكذا أرقيقة بهذا الشكل وهنا غادي نحتاج معها نوتيللا كيف ما يمكن لكم ما تستعملوا اي شوكولاتة ديال الدهن يعني كتفضلوها او لا توفرات عندكم ماشي بدار برا نوتيللا او لا يمكن لكم تستعملوا غير المكسرات بوحدهم كيف ما حضرت معاكم يعني في الفيديو اللي من قبل ديال الكونافة فهنا اول حاجة غادي ناخد هكذا ايناء اكبر وكنحاول كنحل هاد الكونافة بهذا الشكل يعني ما كنخليش هادوك شوعي راس هكذا لاسقين مع بعدياتهم كنحاول نحلوهم بالنسبة لكونافة فسولوني عليها بنسب بزاف انستاغرام فيه ممكن تلقاوها فممكن تلقاوها عند بعض المحلات الخاصة بلوازم الحلويات او مواد الحلويات يعني ركا تكون عندهم كليكم تاخدوها هكذا نصف كيلو او لا كيلو على حسب الرغبة فإلا جربتوها المرة الاولى غادي تبقوا تجربوها لان طريقتها سهلة والمدق ديالهارة كي يجي لديد بزاف كنافة 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 كاملة كي يكون طالح فمن الأحسن انه مرة مرة هكذا نوجدوها في البيت فكنستمر بها الطريقة حتى نكملها للكيميا الكنافة كاملا بالنسبة للزبداع من بعد مدابتها وشكل ديالها هنا فغدي نستعمل معها ايضا بعض المكسرات عندي اللوز محمر ومهرمش وعندي القرقال ما يشكل محمر فكان بغي هنا شيء حاجه لتكون مقرمشة فوص الكنافة هذا على شكل مكسرات ليس بغيش استعمل مكسرات او لم يستعملوا لهم مهرمشة ونالجموز فهنا اخذت صينية اللي غادي نستعمل هكذا دي الفرن ندهنتها بالقليل من السبدة هكذا من تحت ومن الشوانب غادي نوضع الطبقة الاولى من الكونافا بهذا الشكل وغادي نضيف لها القليل من السبدة يمكنكم هكذا تخلطوها هكذا فوق صينية على الفرن او لا يمكنكم احتتقادوها وترشوها بالقليل من السبدة كي يبقى على حسب الرغبة فهنا كتحاولوا يعني عينكم ميزانكم تقسموا هديك الكونافا اللي عندكم على قسمين يعني القسم كتوضعوها هكذا كطبقة اولى والقسم الثاني فكتخليوه لطبقة الثانية فهنا كنحاول يعني ننقادها بهذا الشكل يعني نخليها هكذا طبقة متساوية وفي نفس الوقت يعني ما تضغطوش عليها بزاف هنا غادي نوضع اللوز اللي محمره مهرمش وكتحاولوا يعني ما كتوصلوش الجوانب بزاف وبالنسبة المكسارات يمكنكم استعملوا اي مكسارات توفروا عندكم او لو كتفضلوهم يعني اللي عندهم نوازيت البيستاش لاكاجو او لا يمكنكم تستعملوا حتى الكاوكاو الى ما توفرش عندكم اللوز القرقاع غير هو اللوز القرقاع يعني كتواثة معها بالسف هنا غادي نضيف القرقاع بهذا الشكل وبالنسبة لنوتيلا فانا هاكدا اخديت كأس وذاتش فيه بلاستيك وغادي نوضع هاكدا كيميا من نوتيلا اللي غادي نوضع هاكدا في الوسط فايمكنكم يعني سوضعوا اي شوكولاتة ديال دهند وفرس عندكم مش بدار ورا نوتيلا الاخصاريت يعني نتسامل ها الطريقة باش نوزع نوتيلا يعني بطريقة احسن فهنا غادي نوضع هاكدا خطوط ديال نوتيلا بهذا الشكل فكاس بقاو هاكدا يعني كاس وضعوها بهذا الشكل يعني طريقة عشوائية وهي من بعد ما غدا تدخل الفرن را قد يدوب على الكنافة كاملة او لا يمكن لكم استعملوا بملعقة صغار وكتبقى يعني كتوزعوا هاد شوكولاتة ديال دهند بهذا الطريقة يعني الطريقة اللي جاتكم سهلا يمكن لكم استعملوها فهنا ما بعد ما كملت اخديت الكيمية على الكنافة اللي بقاس عندي وغادي نضيف ليها كمية من زبدة بهذا الشكل فكنا حاول نخلطهم زيان مع بعض او لا يمكن لكم توضعوا الكونافة في الصينية على الفرن وترشوا عليها هكدا شوية على الزبدة من فوق فمن بعد ما خلطهم زيان غادي نوضع الكونافة بهذا الشكل وكنحاول هكدا نفرقها او لا نوزعها من بعد ما ضعت الكونافة كاملة بهذا الشكل فكنحاول هكدا نقعد الوجه ديالها ونخليها هكدا يعني طبقة متسابية يعني كنضغط عليها غير باليد ديالنا بهذا الشكل ومن بعد ما كملت فهنا إلا لاحظوا بلي الكونافة مازال محتاجة القليل من الزبدة يمكن لكم توضعوا هكدا القليل من الزبدة من فوق وحتى باش اللون ديالها كي يجيكم حمر اكتر ولو وضعتوا الزبدة يعني كافية من الاول يمكن لكم ما ضيفوهاش هنا ما بعد ما كملت فهنا ندخل هالفورن كالطيب كان شعلا لها من تحت هو الاول على 180 او 160 درجة باش يعني كالطيب ليكم بالمهل وكالطيب ليكم حتى من الداخل من بعد ما كتشوفو هكدا الجواني بتحمرو يعني لك تكون تحمرات من تحت فكن شعلو عليها من فوق يعني كنتفوه تحت كنشعلو عليها من فوق وكن خليوها حتى تتحمر وكيكون هادا والشكل ديالها من بعد ما تحمرات وخرجها من الفورن هنا مباشره من بعد ما كنخرجوها من الفورن فكنسقيها بهذاك السيرو اللي سبقني وحضرته يعني السيرو خاصو يكون بارد ولكونافة تكون سخونة عا تخرشوها من الفرن فكنتسقيها بهذا كسيرو كامل بهذا الشكل ومن بعد ما كتسقيوها فيمكن لكم تخليواها هكذا خمس دقائق باش كتشرب لكم اكتر هدى كسيرو ومن بعد كتقلبوها يعني ما تخليوها سحتكت بردفة صينية على الفرن باش ما تلسقش لكم لان السيرو غدي يخليها كتلسق فكتقلبوها وكتزينوها على حسب الرغبة انا زينتها بالقليل من نوز ايفيلي المحمر وهكذا خطوط دي النوتيل والتزين اكيد انه كيبقى اختياري على حسب الرغبة ديالكم ولا حسب ذوقكم فهنا من بعد ما كتبريد كنقدموها ولكنافة من الاحسن انا هتكالف اليوم ديالها كتكون مقرمشة اكتر فلا اجباتكم الكنافة اللي حدرت معكم اليوم ما تبخلوشها ليا بجيم وتعليق باش تجعوني ولكنتو كتزوروا القناة الاول مرة ما تبخلوشها ليا بالاشتراك وتفعلوز الجارس باش يوصلكم جديد الوصفات وتزيدو تجعوني وما تنسوش تشاركو الفيديو والوصفة مع اصدقائكم وما بقى ليا غير نخليكم مع السور ونقول لكم تلقى فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله خليتكم على خير موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة